قال محافظ أرميا محمد صادق معتمديان أن تبادلات التجارية بين أقليم كردستان وإيران عبر منفذ حاج عمران الحدودي تجاوزت مليار دولار في العام الماضي وقال معتمديان في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ أربيلوميت خوشناو أن بوابة حاج عمران الدولية مناسبة لحركة الزائرين وخلال العام الماضي تم تداول أكثر من مليار دولار من التبادل التجاري بين إيران والأقليم وبشأن فتح حدود جديدة مع أقليم كردستان قال معتمديان أنه تم الاتفاق على فتح معبر سيدكان الحدودي وسيتم افتتاحه خلال وقت قريب مضيفا أن هناك تفاهم مع أقليم كردستان حول دخول الزائرين من جهته قال عميد خوشناو خلال المؤتمر أنه عقد في وزارة الداخلية اجتماع بإشراف وزير الداخلية في حكومة الأقليم حضره نائب وزير الداخلية الإيراني ومحافظ أرمية وأن نقشت فيه استعدادات هذا العام لحركة الزائرين للعتبات المقدسة العراقية عبر معبر حاج عمران تمرجينة ومن المتوقع أن يدخل يوميا 25 إلى 30 ألف زائر عبر الملفظ لكن التحضيرات من قبل القائمين على المعبر تمت لاستقبال 50 ألف زائر يوميا ترجمة نانسي قنقر